السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاة الشاعر رفع السلام بعد صراع طويل مع مرض السرطان رحمه الله ورحمة واسعة رحل عن عالمنا منذ قليل الشاعر رفع السلام عن عمر الناهزة 69 عاما بعد صراع مع مرض السرطان وسيتحرق جثمان الشاعر الراحل من مستشفى مصر الدولي بمنطقة الدقي عصر اليوم الأحد وسيجري دفنه بمقابر العائلة بشبين القناطير والعزاء سيكون في المقابر نظرا للظروف الحالية ويعد الشاعر رفع السلام من أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر وأسهم في إصدار مجلة إضاءة 77 مع بعض زملائه وأصدر بعد ذلك مجلة كتابات وقام بنشر أول ديوان له عام 1987 وهو وردة الفوضى الجميلة كما أسهم بترجمة عدد من الكتب مثل أعمال كاملة لبودلير وحاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993 وولد الشاعر رفع السلام بمدينة مينيا القمح في محافظة الشرقية عام 1955 وعاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية مينيا تشابين في محافظة القليوبية عام 1955 والتحق بجامعة القاهرة عام 1969 ودرس الصحافة فيها ثم تخرج عام 1973 ليبدأ بعد ذلك مسيرته الأدبية رحمه الله ورحمة واسعة صبر الله وآله اشتركوا في القناة